أي مواجهة وأي حملة ضد تغول الميليشيات في الدولة بحسب تصريحات الكاظمي وأول عهده يفتتح بمجازر يندى لها الجبين ترتكبها الميليشيات مجزرة الفرحاتية في قضاء بلد بقدر ما حملته من دلالات واضحة على عمق العجل الحكومي في حماية المواطن بل وتواطئها ضده فإنها فتحت الباب واسعا لحملات إجرامية منظمة تستهدف العراقيين على أساس طائفي ممنهج لا تزال صدمة العراقيين قائمة من تبرئة مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير حتى تبعتها صدمة جديدة من مجزرة الفرحاتية فأصبح واضحا أن العراق سياسة واقتصادا وأمنا تحت مظلة الدولة العميقة فأي تغيير منشود أو إصلاح مؤمل يجب أن يأتي من خارج هذه المظلة وهي مهمة صعبة ومعقدة كما أنها لا يمكن أن تأتي من القاعدة السياسية الحالية المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان كشف جانبا خطيرا من مجزرة الفرحاتية ففي تفصيل مطول معتمد على الشهود والقراء ثابت أن المجزرة ارتكبتها ميليشيا العصائب بعلم وتسهيل من القوات الحكومية صورونا موبايل تصوير وثاني طلعه على التصوير أليخذه جاية موافقة بعدها منه بس ألي دعرف أجيها أخويا أجيها 42 جماعة الحصائب وهذا بالفعل ما كان يحدث في كل مجزرة ترتكبها الميليشيات وخصوصا في ثورة تشرين كما هو الحال في مجزرة جسر الزيتون والخلاني والسنك الظروف التي يمر بها العراق وخصوصا فيما يتعلق بالحديث عن ضرورة كبح جماح ميليشيات إيران دفعت ميليشيا العصائب إلى ارتكاب مجزرة الفرحاتية لتبعث عن طريق دماء الضحايا رسالة واضحة بأن مشروعها الطائفي مستمر ولا يمكن لأحد إيقافه أكثر من هذا التحدي العلني والتصريح بالعقلية الطائفية والروح الإجرامية لا يوجد ومع ذلك ثمت أصوات النشاز وحالمون بلهاء يعتقدون بإمكانية التغيير على يد الكاظمي وما شابهه أو كان منه مدانية